على بركة الله ننطلق مع المنتخب الوطني الخضر في الكاند قبل جولتين أربع مباريات في منافسة تصفيات كأس إفريقيا المنتخب الوطني تأهل رسميا ب12 نقطة كاملة للكاند التي ستقام بالمغرب هل حقق بيتكوفيتش الأهم بعد أربع انتصارات وتأهل للكاند قبل اختتام التصفيات بجولتين من ناحية سامي العماري يمكن القول أنه ربعه على ربعه سي بونه ايضا من ناحية الأرقام الفريق أصبح لا يتلقى أهدف المباراة هذه تلقينا في هذه اللطة فيفا تلقينا هدف واحد فقط خمسة واحد أمام التوقف ودهابا واحد سفر إيابا كيف تعلق على مشوار الخضر قبل أن نتحدث عن النقائص وما يجب تصحيحه في المحور الثاني لخص المنتقب الوطني نبدأ الآن بالإيجابيات فنقول بل هو بيتكوبيتش حقق الأهم وأكثر الأهم هو التأهل لنهاية كاس أفريقيا قبل بمبارتين صفاً ليس هناك دوزي كيف من عفريقين حتى بوركنا في عشر يقض دو طرواج جيداً يقض في تسويات كاسي فريقيا و قم بولك بعد يقول لك لم نواجه منتخبات قوية بغض النظر ليزاد فيرسال ولا بكري كنا نلعب مع البريزيل كنا نلعب مع التصفيات مع ديزيكي متواضع متواضع من بكري كنا نلعب طيب هذه لعبنا مع هاديجا ولعبنا مع سراريون لعبنا مع جيبوتي لا نزمش نقصه من النتيجة أنا قلت لك باللي ماتي ماتي كمو شحال من هدف سجل تقريبا الآن كانوا 18 سجلت 19 هدف وتسجلانينا هدف واحد لا 19 هدف منذ مجيء المدرب في التصفيات سجلنا 5 1 6 وسجلنا 3 أمام ليبيريا يعني 9 وزدنا سجلنا في المباراة الأولى على ما أعتقد لو تعطيني طابلو عندنا الفريق الوطني اللي كان عنده ما كانش عنده نجاعة في الأنطاكولة عندنا نجاعة ونستبليزي لدينا كان عندنا جروب روبلام في لديفنس ولينا ما نسجلش علينا سيفري ما لعبناش كونتر بلدينا ما تقول لنا 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 إنسان يقول الحق تاني ما ملأداء تالمنتخب الموطني تحسن سيفري انتا قلت باين أشياء ما زل نخدم عليها وانا تريني يحوس الريزولطات والديبو بسك الريزولطات هما اللي يبقيوك في المكان تاعك والفيدراشن لوكال تحوس باش تتكاليف يا دابور أنا ما متكون عندي قولون دي كي بما تكاليف شوف وش وصار الفريق كما غانا اللي ممكن انه يقصى بنسبة كبيرة سيقصى كما ستطلق إحنا ومو ونالشان ستكاليف طوك الأداء هناك بروز بعض اللعيبين كانوا مهمشين ولو الآن ربزوا ربحوا ما كان في المنتخب الوطني على العموم أن المنتخب الوطني تول موند تول موند داكور باش يقول باللي راهو سول بون فوا مي سيفري هناك نقائص أخرى جي أنا شبنس هذه النقائص نحلها لما نكونوا في لتسع كي نكونوا متأهلين لكأس العالم إلى كوبدا أفريق نعم موعد نمرودي مباريات نبدأ بموعدنا صور مباريات الدهاب أو مباراة الدهاب أمام الطوغو قبل أن نلحق للصور التي كنا نشاهد فيها مباراة الإياب أمام الطوغو كيف يمكن التعليق على هاتين المبارتين خاصة لقاء الدهاب ويكون من هزمين هدف مقابل صفر عدنا في النتيجة فزنا بخمسية كاملة لقاء العودة كان أكثر صعوبة في الأراضي الطوغولية بلومي هل يمكن اعتبار الناخب الوطني حاليا في طريق البحث عن التعداد الأساسي بالنظر للتغييرات التي كانت في المرحلة الأولى وهي لقاء الدهاب ولقاء العودة قبل أن نفصل أكثر في هذا الموضوع أعتقد أرضوان أنه أولا هو المنتخب اليوم بوجه جديد لأنه ما هوش من السهل أنك تورة منتخب في وضعية نفسية صعبة وتدخل به غمار تصفيات كاس العالم وكاس ومامي فريقيا وتحقق هذا النتائج وبمجموعة اليوم كنا نروح مجموعة ورغم تغيير الأسماء في كل المباريات وتقريبا ليست كل الأسماء أو ليست كل اللاعبين شاركوا في الأربع مباريات في كل مباراة كان فيه لاعبين جدد حتى لما شوفوا مباراة ليبيريا مباراة غينيا كذلك مباراة شفنا طوغو دهابا وإيابا يغير تقريبا 50% في كل مرة بيتكوفيتش ولكن ذلك لم يؤثر على أداء المنتخب لأنه وضع البصمة وضع اللمسة وتمكن أنه يحقق بالمنتخب كبداية اليوم هذه النقلة النوعية التي كانت خاصة نقط لك من الناحية النفسية المنتخب قدر يعود إلى الواجهة وفيه فرق كذلك رضوان أنا لما شفت اليوم على خلاف سنوات السابقة العشرية نقول لك سنوات الأخيرة كنا لما اللعبوا تصفيات في الجزائر عندنا ملعب واحد اللعبوا فيه تصفيات ملعب واحد عندنا كنا لعبوا في مصطفى شركة لعبنا في وهراء لعبنا في نينس المنديل لعبنا في عنابة تبين لك وتعطيك صورة وجه جديد للمنتخب حتى تغير الظروف تغير المكان التاع اللعب ولكن البصمة اليوم كبداية نقول لك بداية لبيتكوفيتش بداية موفقة بداية موفقة لبن شيخ كيف تقيم هذا اللضة في فهد تنا إياه أمام الطوغو دهابا وإيابا بعد الفوز على غينيا الاستوائية هنا بالجزائر ثم الفوز في ليبيريا وبعدها الفوز أمام الطوغو دهابا وإيابا في انتظار لقاءة شهر نوفمبر ما هي الأمور التي تغيرت داخل المجموعة هل المدرب بدأ يجد معالم تشكيل الأساسية أم أنه فيه ورشات أخرى سنتكلم عليها في الجزء الثاني على كل حال أو في الموضوع الموالي لقاء عن نابا الأول ولقاء لومي الثاني كيف وجدت المجموعة 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 من المجموعة ومن التحكم أمام الطعام USA تبدأ شعر البليد لقد كان لدينا مجتمع الكثير من الأعزاء. لقد كنت أكثر الفرصية بدأت أستمرت بسرعة من أجلها لتعامل. لقد كنت في كل جميع مجتمع معكم. مع كل مقامل مع تقليل مع مفكومة يجعل على الأشياء على الأشياء ولكن أوجد أجل مع الناس وقت تقليل مع الحقيقي يجب أن يتذكرون المساعدة والطبع على الأشياء عندو برك شهرين أو شهرين أو يامات تاخد ما ما عندوش أعوام عندو دو موا برك تاخد ما و هكذا كيلي رسپنساب إلا ست ست پرسناليتي دا سيومي وكلش ويبدل ويغيير parce كيلي جو پنس كي يمن بلي كمپتنس تاو لما تشروتور بينا كان و تكلمنا عليه بيغيير كل جوار غيير كل جوار على كل حال بو سيغيرهم سي براتيكمو لعبو ديجا كيما بنزي يلعب كيما محرز كي تخلقانا كيف كيف و تروازيام بالرحمة والعفلالي وموالفي يلعب توجور ووالا بيغيير عفل النام في الحقيقة وار مورال يتحدثان غانا رملا سينا ثانيا كيما يجب أن أعضل ما يشاركين في هذه الطلاب سينا سيجب الحالي قلبي اية العفل اتفاق عفل أتفاق بين جوهام ويقالفه لكي يدعني سيناسان لنقول لكي تؤلمون لا تنسوش بلي الاغيني هذي اللي كنت تكلم عليها انت ايه الاغيني اكواتوريانا ايه الاغيني اكواتورياني اللي ربحتنا يا كالكوزاني هي قصاتنا ما تنسوش الاموريطاني ما نجمناش نديرو معهمين با ما شنون دونك سيكون لبلون مورا يقول لك يقعد الشك مانسي جامي تنحلها تلعقدات تربح بخمسة دجا اكتا عصيري تزيد تكاليف لكن